السلام عليكم ورحمة الله اليوم مع سيدك ويزينا سنضيره عشاء خفيف العشادة سيكون فطائر بعجينة البطاطا فطائر بزاف سهلين ليس محتاجين لخميرة لزيت لا تعجنيهم ولا تخليهم لا يرتاحوا ولا يتخمروا نروح ونشوفوا مع بعض الطريقة مع المقادير بالنسبة المقادير سنحتاج كميه من البطاطا كميه تديرو اللي بغيتو انا درت ثلاث حبات بطاطا كما راكم نشوف فيهم همش كبار حطيتهم يتشرشمو بعد غزخنة الماء حطيت حبات البطاطا بلمزت حتى حاجه بعد طابت البطاطا الداعي وهي سخونة رايحين نمعسوها قبل هذو هم المقادير سنحتاج كميه من الملح سنحتاج سبع مغارف فرينة مغرف كبيره بودرة الحليب سنحتاج كميه فرماج انا سنقوم بالفرماج الهربي وتقتلوا بالفرماج الشطري ما يجيكم هو أسهل بالفرماج الهربي الجبن المبشور مبشور بعد هرست البطاطا نحن نخليها تدفى لا نخدم شيئا هي سخونة بس كا نحن نخدمه بلد بعد دفعت البطاطا ملحتها بمغرف صغير ملح زد فيها مقدار الحليب حليب مغرف ملعقة أكل تكون معمرة مليح ثم نبدأ نزيد الفارينة على الأول نزيدها مرة بحدها قدرت ربع مغارف فارينة نخلط مليح ونخلط باليد أحسن كيف نعرف كمية الفارينة التي نحتاجها لذلك كيف نعرف كمية المغارف خلط طيب مجددا ونخلط بيدك موتك مليح ثم نزيد الفارينة الذي نحتاجها ني نقوم بتجيده مازال طريب كثيرا هنا اضعت له مقدار 3 مغارف فارينة ثلاثة اخرين وكانوا كافيين لميت لاباتي منيح بعد اللي خلطت ودخلت الفارينة منيح مع البطاطا للموا لاباتي حتى نترجع طريعا كما راكم ترون سهل اخلاص اتمنى تجربوه ومتاكده حين يعجبوكم هنوش راح ندير راح نبدأ نشكل فطائرتي جبت بلاد هنتو بشوية زيت و جبت كمية من زيت في حالة ما لكم تلصق البطاطا ندهن به هيتيا وهي ما تلصقش تخدمو بها عادي خلاصوا كمرا كمشوفوش بولابات وش مليحة ما تتقطع ما يصر لها حتة حاجة واندي غي خدمتو عجين عادي كما لنخدموه بالفارينة والنبس ميد هنا شكلت كورا ومبعد قرستها حشيتها بكمية من الفرماج ديروا كمية منيحة من الفرماج ومبعد نقفلو هذه الخبزة التعنان نقفلها ونشكلها دائرة من جديد كورا من جديد ونقرسها شوية هاك غرب اليد نقفلها كمرا كنتون راكم تشوفون نتحصلوا على قرس نكمل بنفس الطريقة بقيت العجين هذا المقادر الذي أعطيتكم وبالحجم الذي يدرته تحت الفطائر أعطني 8 فطائر بعد كمية كاملة حطيت مقلع للنار تسخن فيها مقدار تعزوج مغرف زيت ومغرف كبيرة زبدة الزبدة ستعطيها بنة كبيرة ولا تخافوش من الزيت ومن الزبدة هذا الفطائر لا يمصوش الزيت هنا نبدأ نطيب الخبزة التاعي والنار تكون قل من المتوسطة لا تكون هادية بزيف وما تكون قاوية جسد الزب الزبدة نبدأ ونطيبه بعد ذلك تشوفي الجوان بتاحها بدأ يتحمروا تقلبيها وهكا هي اليه اليه الطيب فسحن فرشت الورقة المص هنا باش نحط به الفطائر بعد ذلك تقلقوا سبب ضررر رحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة